وقتها حضرتك أضفت أشياء كثيرة جداً في عالم الإعلام يعني بتسكت دلوقتي الإضافات التي ما زالت مستمرة؟ يعني مثلاً المراسلين الأجانب مثلاً لا مراسل الإزاعة بالذات ي laszakhin أول مرة تتعمل مراسل الإزاعة حتى وقتها الإزاعة الأفريقية باللغات الأفريقية بالكامل يعني فيه الإزاعات الموجهة يعني فيه الإزاعات الموجهة وإحنا أول دولة في العالم تخاطم إفريقيا بلغتها وطبعاً ده ما كانش سهلة لأن إفريقيا فيها شبعمائة لغة يعني عدد اللغات المعترف بها أو يعني اللي تقدر تقولي اللغات لأن فيه حاجات لهجات أحياناً لا ترتقي إلا أنك تقدر تسميها لغة فكانت يعني لكن فيه في وسط اللغات ديت فيه لغات مليونية يعني بتكلم فيها أكثر من مليون وفيه لغات لا يتكلمها إلا القبيلة وحدة وأحياناً بتكون القبيلة دي كبيرة قوي زي مثلاً الهاوسة في ناجيريا شمال ناجيريا ده ملايين كديراً فكان الاختيار مش سهل يعني وأيضاً مع حركات تحرر فيه يعني إحنا كنا بنعمل مكتب بيبقى بندي للحركة تحرر مكتب وأنا خدت الفكرة دي الحقيقة من جبهة تحرر الجزائري كان لهم مكاتب هنا في العودة الله تمنى خليهم يعملوا مكاتب زي إجابة تحرير فيبقى له مكتب ولو إزعى بتوجه هو صحيحنا يعني دي كان تبع الإزعى المصرية أي والمترجم فيها يعني هو ما بيتكلمش يعني لازم تكتبله كل حاجة وتنترجم وتطلع لكن بديه الوقت اللي هو رئيس الحركة أو اللي مسك المكتب بتاع الحركة التحرر ده بديه الوقت يخاطب أهله يخاطب الشعب فعلا كان إضافة موسيقى